التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئة الإفتاء في العالم فضيلة الدكتورة نظير عياد أشار مدبولي إلى أن دولة تولي كل الدعم المطلوب في سبيل تحقيق أهداف دار الإفتاء والاطلاع بدورها الفعال في تقديم كل ما يتعلق بالفهم الصحيح لأحكام الدين وقضاياه بدورها أكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء ستقوم بكل هيئاتها ببدء قصار جهودها لاستمرار عرض صورة الإسلام السمحة والفتاوى السليمة المبنية على الفهم الصحيح للدين بما يصيم في تصحيح الأفكار الغريبة والدخيلة على ديننا وهويتنا